50 سنة على هذا النصر العظيم، نصر أكتوبر، ولسه كل لحظة بنشوفها من لحظات العبور. العبور يمكن دي كلمة اللي احنا بنستخدمها بعد كده لأي إنجاز. العبور للجمهورية الجديدة، العبور من سيطرة دولة الإخوان على الشعب المصري. بنستخدم كلمة العبور دي علشان نستعيد نفس المشاعر اللي بنشوفها في لحظات العبور. الحقيقة إنه دايماً الفن بيبقى ليه دور كبير جداً في تخليد وتأريخ مثل هذه الملاحم العظيمة زي نصر أكتوبر أو انتصارات أكتوبر. ونقل تفاصيلها وإن احنا نعيش تفاصيلها. الأجيال اللي اتحرمت إنها تعيش هذا النصر تعيش هذه التفاصيل بمصداقية كبيرة جداً. السينما والفن ده دوره. وننقل كمان ده للأجيال الصغيرة اللي لسه طلع لعشرة حد شاف الحرب وشارك فيها ولا تعي أي شيء عن هذه الملحمة العسكرية المصرية التاريخية. الفن ده دوره الحقيقة إنه يكون عندنا أفلام زي رسالة تزال في جيبي والعمر لحظة وأغنيها على الممر. وكتير من الأفلام أبناء الصمت اللي بينقلولنا أجواء حرب انتصارات أكتوبر. هل الأعمال دي كفاية؟ ولا إحنا لا أعتقد يعني من وجهة نظري محتاجين المزيد في السينما المصرية مع تطور الهايل كمان اللي حصل في كل يعني هذه الصناعة. أعتقد أنه لابد أن يكون فيه اتجاه نحن نشوف هذا النصر العظيم نصر أكتوبر الخالد بشكل أكبر في السينما وفي الدراما المصرية والعربية لأنه مش بس نصر مصري ده النصر العربي الأكبر في التاريخ الحديث. نروح دلوقتي ونتكلم مع عضفنا ناقد السينماي رامي المتولي. أهلا بيك ومن ورنا. ومن بين كل الأعمال التي تم تقدمها في السينما المصرية والدراما المصرية الأقرب اللي أنت شايفه يخلد نصر أكتوبر إيه العمل اللي أنت شايف ده يقدمه بشكل كبير. من الناحية الفنية يعني أبناء الصمت طبعا يعني هو أعتقد أنه من أفضل الأفلام فنيا في التعامل مع فكرة الحربين. حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر حرب العبور أو معارك الاستنزاف ومعركة العبور يعني تحديدا أعتقد أنه هو أبناء الصمت خاصة أن يعني مع الحدث نفسه ومع قرار العبور الفيلم اضفت له مشاهد النصر فيما بعد يعني لكن هو كان في الأساس زيه زي فيلم أغنية على الممر هو من أفلام الصمود من الأفلام بتاعة الفترة اللي تلت النكسة ومع معارك حرب الاستنزاف والأثر اللي خلفته طول السنوات الستة ما بين ما بعد النكسة ولغاية وصولا للحرب يعني. وفيلم الرصاصة لتزال في جيبي ويمكن ده يعني أنا أو جيلي بنشوفه من الأفلام الأشهر عن الحرب. هو الأشهر طبعا لكن لو جينا إسناها فنيا هتلاقي أن أبناء الصمت مركز أكتر في مسألة المعارك العسكرية والحربية مركز على الحالة النفسية للجنود. الرصاصة لتزال في جيبي هو رايح شوية ناحية المجتمع. رايح شوية للفيلم. وده كان جانب هام جدا لأنه كان المجتمع بالكامل مصخر لهذه الحرب. الناس كل من في مكانه كان يعي تماما خطورة وأهمية المرحلة اللي احنا بنعذ بيها. صحيح المشكلة كمان أن الفيلم ده لفت النظر لنقطة مهمة قوي أن فيه خطاعات من المجتمع ما كانش وصل لها ده. يعني كان فيه مشكلة كبيرة جدا بتواجه الجنود والضباط أثناء التنقل من الجبهة والعودة إلى مدنهم وقراهم. كان بتحصل البعض بيصخر منهم. البعض بيلومهم أو بيحملهم مسؤولية الناجسة بشكل أو بآخر. فده كان جزء من المجتمع. يعني جنب أن فيه ناس كانت طبعا أو نقدر نقود السوادى الأعظم من الشعب كان مركز جدا. ممكن فيه المرحة حديثا تعرض. تعرض نفس النقطة. دي بالضبط نفس النقطة. فبقولت زي نقول حالك السوادى الأعظم من الشعب كان بشكل أوتوماتيكي حط نفسه في مهام في عمل كلهم في مجاله حتى في السينما. يعني فيه جزء كبير جدا من الصناعة اتقسمت نصين نص مثلا زي جماعة السينما الجديدة اللي كان منهم المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق اللي عمل أغنية على الممر. كان فيه على الجنب الثاني فؤاد المهندس بيعمل أفلام ترفيه. كان عنده حس أنه لازم يخفف شوية من الضغط ومن الوطء النكسة وما فعلته بالمجتمع المصري. من ناحية ثالثة كان فيه الأغاني والملحنين والشعرة والمطربين اللي كانوا طول الوقت بيعملوا أغاني فيها حماسة فيها محاولة طول الوقت أن يبقى فيه. مجهول الحربي. أه طبعا ده غير كنت نسى وحاولة يعني طبعا أم كلسوم الفنانة العظيمة وجولتها علشان تقدر تعمل تبرعات توجه إلى المجهود الحربي. وما كانتش لوحدها طبعا كان فيه فنانين. حس الوطني العالي جدا عند ساتة أم كلسوم اللي شفناه في أجواء. بالتأكيد مهما تحكى لنا عنها ما نقدرش نستشع صعوبتها عليهم كمواطنين مصريين وكفنانين مصريين. هذا الحس الوطني العالي اللي خلاهم يشتغلوا بحجم هذا المجهود الحربي. كلهم في مجاله زي ما قلت حضرتك يعني مش بس على الجبهة فيه ناس توجهت على الجبهة علشان تبتدي تصور وتعمل أفلام في أفلام مصائقية. اتصورت وقت حرب الاستنزاف يعني كان وما بعد كمان حرب أكتوبر يعني أفتكر كان فيه رجال خلف المقاتلين كان فيه بعد الحرب كمان فكان فيه جيوش الشمس لشجع بالسلام. كان فيه سقد الدبابات لخير البشارة يعني كان طول الوقت خلال الفترة دي كل حد كان عنده مجال ما كان بيحاول طول الوقت أنه هو يوجه كل موهبته وكل قدراته الإبداعية أنه هو يروح ناحية إزاي يخدم هدف الحرب إزاي يخدم هدف الصمود إزاي يخدم هدف الروح المعنوية العالية في المجال بتاعه. وده أعتقد نوع يعني يمكن نقول بالنسبة يعني 80 أو 90 في المئة من الشعب كان متوجه التوجه ده بشكل ذاتي. يعني نوع من أنواع الوعي الجمعي عند الناس كلها. معايشتهم اللي ما يحدث يعني. بل حقيقة. يمكن كتير من الأفلام تناولت مسألة تحول الشخصية ما بين النكسة وما بين انتصارات أكتوبر. حيك شايف أنه التركيز على ده من صناع الأفلام نتيجة لمعايشتهم لهذه الأحداث؟ آه قطعا لأن دايما الفن بياخد من الواقع يعني مش العكس. يعني دايما المبدع بيتأثر بحدث ما والحدث الماء ده هو اللي بيحول الأفكار عند هذا المبدع إلى عملية تقدر نقول العملية دي بتبقى عملية فنية كلهم حسب تخصصه يعني. فالفكرة هنا أن تأثير حدث النكسة 67 كان قاتل على ناس كتير جدا. كان ممكن يكون قصاب البعض باكتئاب. لكن على الرغم من حالة الاكتئاب دي زي مثلا صراح جهين إلا أنه استمر في العمل. يعني حالة الاكتئاب دي حتى تم تمثيلها في عدد كبير جدا من الأعمال. لا وفي العمل الفنية يعني حتى لو حاك شفتي للشاهد والدموع كان مفروض محمود الجندي قايم بشخصية الإبن في الجزء الثاني كان مكتئب. فدي كانت حالة عامة وكان على الرغم من الاكتئاب ده هو بعد فترة قدر أنه هو يقف مرة تانية ويبتدي يقاوم الظلم الواقع عليه من عمه. ودي طبعا رمزية عليها علاقة بـ لحالتنا إحنا كمصريين في هذا الواقع. رغم أن ده مش عمل مصنف أنه هو حربي أو أنه هو مصنف ضمن الأعمال يتناول اكتب. لكن دراميا متأثر بتاريخنا. لكن دراميا متأثر. فهي ده إنعكاس للحالة. يعني ده فعلا كان موجود في كل مكان في مصر على حسب القراءات وعلى حسب الشهادات اللي كانت موجودة واللي تنقلت. وإحنا قريناها بحكم طبعا السن ما حدش فينا عاشها. لكن هي دي الحالة. يعني دي الحالة اللي اتفق عليها المعظم لما كان الناس بتحكي يعني. مستمرين في حدثنا مع حضرتك ناقد السنمائي رامي المتولي. لكن هنروح لفاصل ونرجع لكم من فقراتنا. خليكم استنع. مستمرين مع حضرتكم وحدثنا عن انتصارات أكتوبر وتخلدها في ذاكرة السنماء المصرية والعربية. وحدثنا مع ناقد السنمائي رامي المتولي. أهلا مليك مع رتانيا. أهلا مع حضرتك. مسألة تصوير المعارك ويمكن دي بتبقى يعني الناس مستنية تشوفها ما يحدث على الجبهة. وكل الصحفيين اللي نقلوا ده بألمهم. أعتقد أنه الناس اللي منها بعد كده سواء روايات أو أعمال صحفية ترجمت للغات عدة. وكمان شفناها تعملت أفلام ومسلسلات لكن الناس بتبقى عايزة لسه تشوف المعارك. أعتقد أن ده دراميا بيبقى وسينمائيا بمبالغ ضخمة. وما كانتش يمكن متوفرة ساعتها التقنيات والتطورات اللي حصلت. النهار ده إحنا زي ممكن نستغل كل ما حدث من تطور في صناعة السينما المصرية. علشان ننقل ما حدث على الجبهة في ثلاثة أصابعين. هي الفكرة أن الأفلام دي جاذبة جماهريا وفنيا. يعني دايما بتلاقي نوع ده من الأفلام بيلاقي قبول عند الجمهور. وده بيترجم في شباكة الزاكر وفي نفس الوقت بيبقى فيه مردود نقدي وعند المتخصصين جيد جدا. طالما أن الفيلم يتعمل بشكل جيد. علشان الفيلم يتعمل بشكل جيد. هنا في مصر ما أعتقدش أنه ده ممكن يحصل بدون دعم الخوات المصالحة المصرية. لأن فيه آليات فيه فكرة الأماكن بتاعت التصوير. فكرة تدريبات الممثلين نفسهم. علشان يقدوا الأعمال يقدوا أدوارهم وشخصياتهم بشكل أكثر واقعية. ده كان ما أعتقد في الرصاصة كذلك في جيبي كان فيه دباط من الجيش الثاني والثالث. لكن مثلا ممكن نقول أن ده حصل في الممر حصل فيه الاختيار جزء الأول بشكل رئيسي. أنه كان فيه تدريبات مباشرة من دباط في القوات المسلحة لعدد من الفنانين اللي كانوا بيقدموا الشخصيات دي. بحيث أن الدنيا تطلع واقعية يعني الشكل يطلع واقعي بشكل أكبر يعني. فبدون الدعم ده هنا في مصر مستحيل يحصل فيلم حربي ويطلع مستوى جيد. لأن يمكن نكون برة فيه متخصصين في ده. لكن هنا في مصر مفيش متخصصين في المسألة دي في مسألة المعارك الحربية بشكل كبير. مش رأسهم مش ناحية التصوير ناحية تنفيذ المعارك. لأن التصوير واحد في كل الأوقات يعني هو طبعا بيبقى له ترتيبات أخرى ولكن التصوير هو هو. لكن الفكرة كلها كمان يعني أعتقد أن جزء كبير من العمليات العسكرية في حرب في معركة 73 في حرب التحرير معتمدة بشكل رئيسي على الدبابات. يعني إحنا لو إحنا بنتكلم من بعد من فجر يوم سبعة مثلا بعد عبور الدبابات إلى الضفة الغربية هتلاقي أن فيه معارك دبابات كتير جدا ودي من أصعب أنواع المعارك تصويرا. فالفكرة دي برضو تحاجة متخصصين جدا. حتى مشاهد الجنود الجندي اللي شايل مدفع على كتفه طالع بيه والرملة من تحته أنا لما بشوف المشاهد بيه. أنا أعيز أقول حاكي أن المشهد ده أصلا يعني ده ده متصور بعدها ده مش مشهد حقيقي. يعني أعيز أقول حاكي أن الجندي ده طالع مش في حالة حرب. ده طالع عادي إن هم قالوا له إحنا هنصور مشهد فهو شايل عمل نفس اللي عمله في المعركة وطالع عادي. لكن هو مكانش يعني ده مش في حالة حرب ده ده مش تصوير حقيقي ساعة الحرب ده ده تصوير بعد الحرب. فلكي أنت تخيالي إن هو قادر إن هو يعمل ده وشايل المدفع ده وده مدفع مدال تقيل. مش يعني أنا سمعت إن وزنه مقرب على طن يعني أو قبل طن بشوية. فده متشال يعني مش عالفت ذلك. وده حقيقة ما حدث ويمكن هنا إحنا بنتكلم عن معجزة عسكرية بكل المقاييس. وعلشان كده دايما بنقول عليه العبور. ويمكن كنت بقول في البداية إنه العبور دي إحنا كلمة بقينا بنستخدمها في حياتنا. لانتقال من أي مرحلة صعبة لمرحلة يعني أخرى تحمل الكثير من النور والأمل بنقول عليه عبور. هي كمان فكرة التدريب والتجهيز والحالة النفسية. يعني كان فيه اهتمام كبير جدا لما حقيق تقري مذكرات قادة القوات المسلحة في الوقت ده. ومذكرات المتعددة والمتنوعة حتى لقادة الأفرع وقادة الألوية. كانوا بتكلموني فيه فترة إعداد وتدريب كبيرة جدا. كان فيه اهتمام بالعامل النفسي. كان فيه اهتمام بال... تالعامل النفسي أعتقد في الحرب دي كان كلمة السر. طبعا أكيد. لأنه كان هاجس إنه ده خط برليف المنيع اللي ما فيش حد يقدر إنه يعديه. ده كانت حرب نفسية عليهم. بل ذلك يعني فالفكرة نفسها كمان إن العدو من الناحية التانية كان مهتم جدا إن الصورة دي تفضل موجودة. موجودة لذلك كان فيه اهتمام كبير جدا إنه يبقى فيه لقطة في الحرب إنه يقدروا يقولوا إنه ما فيش انتصار كامل. إنه عندنا برضو الجيش الذي لا يقهر حسب مزامعهم ومزاعمهم عفوا وده مش حقيقي. يعني بدليل إنه كان فيه تخطيط وتخطيط هادي وكان قابلوا محاولات سلام وما كانش فيه حل غير إنه يبقى فيه حرب. وبعد الحرب دي لما فيه حل سلمي تاني رجعنا للحل السلمي. لكن فكرة الاستسلام. لكن أثباتة العسكرية المصرية هذه الروح والعزيمة التي لا تلين الحقيقة. آه ما بزبطة أكبر بكمل الحركة إن فكرة الاستسلام مش مطروحة. صحيح. أنا بشكر حدرتك شكرا جزيلا من ناقد سينمائي رامي المتوري. شكرا جزيلا عن وجود حضرتك معنا. شكرا. وهذا الحديث الشيق والممتع واللي بيحمل كثير من الزكريات عن انتصارات أكتوبر. شكرا جزيلا. أشكر حضرتك شكرا. وانت طيبة بخير دايما. شوف حضرتكم دايما بخير. النهاردة كده خلصت حلقتنا. دايما أشوفكم على ألف خير.